والإنسان قد شهد الزلازل والبراكين من قبل وكان يصاب منها بالهلع والذعر والهلاك والدمار ولكنه حين يرى زلزال يوم القيامة لا يجد أن هناك شيء يشبهه لا يجد أن هناك شبه بينه وبينما كان يقع من الزلازل والبراكين في الحياة الدنيا فهذا أمر جديد لا عهد للإنسان به أمر لا يعرف له سرا ولا يذكر له نظيرا أمر هائل يقع للمرة الأولى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع الصورة رقم 99 في القرآن الكريم صورة الزلزلة مدنية وآياتها ثماني آيات الزلزلة الكبرى يقول صاحب الظلال هذه الصورة مدنية في المصحف وفي بعض الروايات ومكية في بعض الروايات الأخرى ونحن نرجح الروايات التي تقول بأنها مكية الأسلوب التعبيري والموضوع للصورة يؤيدان هذا إنها هزة عنيفة للقلوب الغافلة هزة يشترك فيها الموضوع والمشهد والإيقاع اللفظي وصيحة قوية مزلزلة للأرض ومن عليها فما يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن والجزاء في بضع فقرات انقصار وهذا هو طابع الجزء كله يتمثل في هذه الصورة تمثيلا قويا ويقصد الجزء الثلاثون في القرآن الكريم قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العظيم إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابت ارتجافا وتزلزل زلزالا وتنفض ما في جوفها نفضا وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن غيرها مما حملته طويلة وكأنها تتخفف من هذه الأثقال التي حملتها طويلة وهو مشهد يهز تحت أقدام المستمعين لهذه الصورة كل شيء ثابت ويخيل إليهم أنهم يترنحون ويتأرجحون والأرض من تحتهم تهتز وتمور مشهد يخلع القلوب من كل ما تشبث به من هذه الأرض وتحسبه ثابتا باقيا وهو الإيحاء الأول لمثل هذه المشاهد التي يصورها القرآن ويودع فيها حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع بمجرد سماع العبارة القرآنية الفريدة ويزيد هذا الأصل وضوحا بتصوير الإنسان حيال المشهد المعروض ورسم إنفعالاته وهو يشهده وقال الإنسان ما لها وهو سؤال المجدوه المبهوت المفجوء الذي يرى ما لم يعهد ويواجه ما لا يدرك ويشهد ما لا يملك الصبر أمامه والسقوط ما لها ما الذي يزلزلها هكذا ويرجها رجا ما لها وكأنه يتمايل على رهرها ويترنح معها ويحاول أن يمسك بأي شيء يسنده ويثبته وكل ما حوله يمور مورا شديدا والإنسان قد شهد الزلازل والبراكين من قبل وكان يصاب منها بالهلع والذعر والهلاك والدمار ولكنه حين يرى زلزال يوم القيامة لا يجد أن هناك شيء يشبهه لا يجد أن هناك شبه بينه وبينما كان يقع من الزلازل والبراكين في الحياة الدنيا فهذا أمر جديد لا عهد للإنسان به أمر لا يعرف له سرا ولا يذكر له نظيرا أمر هائل يقع للمرة الأولى يومئذ يوم يقع هذا زلزال ويجده أمامه الإنسان تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث هذه الأرض أخبارها وتصف حالها وما جرى لها لقد كان ما كان لها بأن ربك أوحى لها وأمرها أن تمور مورا وأن تزلزل زلزالها وأن تخرج أثقالها فأطاعت أمر ربها وأذنت لربها وحقت تحدث أخبارها فهذا الحال حديث واضح عما وراءه من أمر الله ووحيه إليها وهنا والإنسان مشدوه مأخوذ والإيقاع يلهث فزعا ورعبا ودهشا وعجبا واضطرابا ومورا هنا والإنسان لا يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل ما لها هنا يواجه بمشهد الحشر والحساب والوزن والجزاء يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال غرة خيرا يره ومن يعمل مثقال غرة شرا يره وفي لمحة نرى مشهد القيام من القبور يومئذ يصدر الناس أشتاة نرى مشهدهم شتيتا منبعثا من أرجاء الأرض كأنهم جراد منتشر وهو مشهد لا عهد للإنسان به كذلك من قبل مشهد الخلائق في أجيالها جميعا تنبعث من هنا ومن هناك كوم تشقق الأرض عنهم صراعا وحيث ممتد البصراء شبحا ينبعث ثم ينطلق مصرعا لا يلوي على شيء ولا ينظر وراءه ولا حوليه مهطعين إلى الداع مندودة رقابهم شاخصة أبصارهم لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه إنه مشهد لا تعبر عن صفته لغة البشر هائل مروع مفزع مرعب مذهل كل أولئك وسائر ما في المعجم من أنثالها لا تبلغ من وصف هذا المشهد شيئا مما يبلغه إرسال الخيال قليلا يتملاه بقدر ما يملكه وفي حدود ما يطيقه يومئذ يصدر الناس أشتاة اللي يروا أعمالهم وهذه أشد وأدهى إنهم ذاهبون إلى حيث تعرض عليهم أعمالهم ليواجهوها ويواجهوا جزاءها ومواجهة الإنسان لعمله قد تكون أحيانا أقصى من كل جزاء وإن من عمله ما يهرب من مواجهته بينه وبين نفسه ويشيح بواجهه عنه لبشاعته حتى يتمثل له في نوبة من نوبات الندم ولذع الضمير فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الأشهاد في حضرة الجليل العظيم الجبار المتكبر إنها عقوبة هائلة رهيبة مجرد أن يروا أعمالهم وأن يواجهوا بما كان منهم ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا يدع ظرة من خير أو من شر لا يزنها ولا يجازي عليها فمن يعمل مثقال ظرة خير يره ومن يعمل مثقال ظرة شر يره ظرة كان المفسرون القدامى يقولون إنها البعوضة وكانوا يقولون إنها الهباءة التي ترى في ضوء الشمس فقد كان ذلك أصغر ما يتصورون من لغز الظرة فنحن الآن نعلم أن الظرة شيء محدد يحمل هذا الإسم وأنه أصغر بكثير من تلك الهباءة التي ترى في ضوء الشمس فالهباءة ترى بالعين المجردة أما الظرة فلا ترى أبدا حتى بأعظم المجاهر في المعامل إنما هي رؤية في ضمير العلماء لم يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه ولا بمجهره وكل ما رآه هو آثارها فهذه أول ما يشبهها من ثقل من خير أو شر تحضر ويراها صاحبها ويجد جزاءها عند إذن لا يحقر الإنسان شيئا من عمله خيرا كان أو شرا ولا يقول هذه صغيرة لا حساب لها ولا وزن إنما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله ارتعاشت ذلك الميزان الدقيق الذي ترجح به الظرة أو تشيل إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض إلا في القلب المؤمن القلب الذي يرتعش لمثقال ظره من خير أو شر وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجبل من الذنوب والمعاصي والجرائر ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير دونها رواسي الجبال إنها قلوب عتلة في الأرض مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصري القرطبي تفسير صورة الزلزلة مدنية ثماني آيات نزلت بعد النساء قال العلماء وهذه الصورة فضلها كثير وتحتوي على عظيم روى الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن قال حديث غريب وفي الباب عن ابن عباس وروي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ إذا زلزلت أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله وروى عبد الله بن عمر بن العصقال لما نزلت إذا زلزلت بكى أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تخطئون وتذنبون ويغفر الله لكم لخلق أمة يخطئون ويذنبون ويغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزلها الآية رقم واحد أي حركت من أصلها كما روى عكرمة عن ابن عباس وكان يقول في النفخة الأولى يزلزلها وقال مجاهد لقوله تعالى يوم ترجف الراجفة تدبعها الراضفة ثم تزلزل ثانية فتخرج موتاها وهي الأثقال وذكر المصدر للتأكيد ثم أضيف إلى الأرض كقولك لأعطي أنك عطيتك أي عطيتي لك وحسن ذلك لموافقة رؤوس الآي بعدها وقراءة العم بكسر الزاي من الزلزال وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر بفتحها وهو مصدر أيضا كالوسواس والقلقال والجرجار وقيل الكسر المصدر والفتح الإسن قوله تعالى وخرجت الأرض أثقالها قال أبو عبيدة والأخفش إذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها وقال ابن عباس ومجاهد أثقالها موتاها تخرجهم في النفخة الثانية ومنه قيل للجن والإنس الثقلان وقالت الخنساء أبعد ابن عمر من آل الشر يد حلت بعد الأرض أثقالها تقول لما دفن عمر صار حلية لأهل القبور من شرفه وسؤدده وذكر أهل العلم قال كانت العرب تقول إذا كان الرجل سفاكا للدماء كان ثقلا على ظهر الأرض فلما مات حطت الأرض عن ظهرها ثقلها وقيل أثقالها كنوزها ومنه الحديث تقيء الأرض أفلاذ كبيدها أمثال الإصطوان من الذهب والفضة قوله تعالى وقال الإنسان ما لها قوله الله عز وجل وقال الإنسان أي ابن آدم الكافر فروا الضحاك على ابن عباس قال هو الأسود ابن عبد الأسد وقيل أراد كل إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة في النفخة الأولى من مؤمن وكافر وهذا قول من جعلها في الدنيا من أشراط الساعة لأنهم لا يعلمون جميعا من أشراط الساعة في ابتداء أمرها حتى يتحققوا عمومها فلذلك سأل بعضهم بعضا عنها وعلى قول من قال إن المراد بالإنسان الكافر خاصة جعلها زلزلة القيامة لأن المؤمن معترف بها فهو لا يسأل عنها والكافر جاحد بها فلذلك يسأل عنها ومعنى ما لها أي ما لها زلزلت وقيل ما لها أخرجت أثقالها وهي كلمة تعجب أي لأي شيء زلزلت ويجوز أن يحيي له الموت بعد وقوع النفخة الأولى ثم تتحرك الأرض فتخرج الموت وقد رأوا الزلزلة وانشقاق الأرض عن الموت أحياء قول الله عز وجل يوم إذن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يوم إذن يصدر الناس أشكات اللي يروا أعمالهم قول الله عز وجل يوم إذن تحدث أخبارها يوم إذن منصوب بقوله إذا زلزلت وقيل بقوله تحدث أخبارها أي تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر يوم إذن ثم قيل هو من قول الله عز وجل وقيل من قول الإنسان أي يقول الإنسان ما لها تحدث أخبارها متعجبا وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوم إذن تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا يوم كذا كذا وكذا قال فهذه أخبارها قال هذا حديث حسن صحيح قال الموردي قول الله عز وجل يوم إذن تحدث أخبارها فيه ثلاثة أقويل أحدها تحدث أخبارها بأعمال العباد على ظهرها قاله أبو هريرة ورواه مرفوعا وهو قول من زعم أنها زلزلت القيامة الثاني تحدث أخبارها بما أخرجت من أثقالها قاله يحيى بن سلام وهو قول من زعم أنها زلزلت أشراط الساعة قلت وفي هذا حديث رواه بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان العبد بأرض أو ثبته الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضه الله فتقول الأرض يوم القيامة رب هذا ما استودعتني أخرجه ابن ماجا في سننه وقد تقدم الثالث أنها تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان ما لها قاله ابن مسعود فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى وأمر الآخرة قد أتى فيكون ذلك منها جوابا لهم عند سؤالهم وعيدا للكافر وإنظارا للمؤمن وفي حديثها بأخبارها ثلاثة أقوال أحدها أن الله تعالى يقلبها حيوانا ناطقا فتتكلم بذلك الثاني أن الله تعالى يحدث فيها الكلام الثالث أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكلام قال الطبري تبين أخبارها بالرجة والزلزلة وإخراج الموتى بأن ربك أوحى لها أي أنها تحدث أخبارها بوحي الله لها أي إليها والعرب طضع لام الصفة موضع إلى قال العجاج يصف الأرض أوحى لها القرار فاستقرت وشدها بالراسيات الثبتي وهذا قول أبي عبيدة أوحى لها أي إليها وقيل أوحى لها أي أمرها قاله مجاهد وقال السدي أوحى لها أي قال لها وقيل سخرها وقيل المعنى يوم تكون الزلزلة وإخراج الأرض أثقالها تحدث الأرض أخبارها ما كان عليها من الطاعات والمعاصي وما عمل على ظهرها من خير وشر روي ذلك عن الثوري وغيره يومئذ يصدر الناس أشتاة أي فرقا جمع شتى قيل عن موقف الحساب فريق يأخذ جهة اليمين إلى الجنة وفريق آخر يأخذ جهة الشمال إلى النار كما قال تعالى يومئذ يتفرقون يومئذ يصدعون وقيل يرجعون عن الحساب بعد فراغهم من الحساب أشتاة يعني فرقا فرقا ليروا أعمالهم يعني ثواب أعمالهم وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يوم القيامة إلا ويروم نفسه فإن كان محسنا فيقول لما لا اددت إحسانا وإن كان غير ذلك يقول لما لا نزعت عن المعاصي وهذا عند معاينة الثواب والعقاب وكان ابن عباس يقول أشتاة متفرقين على قدر أعمالهم أهل الإيمان على حدة وأهل كل دين على حدة وقيل هذا الصدور إنما هو عند النشور يصدرون أشتاة من القبور فيصار بهم إلى موقف الحساب ليروا أعمالهم في كتبهم أو ليروا جزاء أعمالهم فكأنهم وردوا القبور فدفنوا فيها ثم صدروا عنها والوارد الجائي والصادر المنصرف أشتاة أن يبعثون من أكار الأرض وعلى القول الأول فيه تقديم وتأخير مجازه تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها ليروا أعمالهم وأرد قوله يومئذ يصدر الناس أشتاة متفرقين عن موقف الحساب وقراءة العامة ليروا بضم الياء أي ليريهم الله أعمالهم وقرأ الحسن والزهري وقتادة والأعرج ونصر بن عاصم وطلحة بفتحها وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال غرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال غرة شرا يرى فيه ثلاث مسائل الأولى قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال غرة خيرا يرى كان ابن عباس يقول من يعمل من الكفار مثقال غرة خيرا يره في الدنيا ولا يثاب عليه في الآخرة ومن يعمل مثقال غرة من شر عوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك ومن يعمل مثقال غرة من شر من المؤمنين يره في الدنيا ولا يعاقب عليه في الآخرة إذا مات ويتجاوز عنه وإن عمل مثقال غرة من خير يقبل منه ويضاعف له في الآخرة وفي بعض الحديث الغرة لا زنة لها وهذا مثل ضربه الله تعالى أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة وهو مثل قول الله عز وجل إن الله لا يضمث قال غرة وقد تقدم الكلام هناك غر وأنه لا وزن له وذكر بعض أهل اللغة أن غرة أن يضرب الرجل بيده على الأرض فما علق بها من قراب فهو غر وكذا قال ابن عباس إذا وضعت آدك على الأرض ورفعتها فكل واحد مما لزق به من الطرى وذرة وقال محمد ابن كعب القرضي فمن يعمل مثقال غرة من خير من كافر يرى ثوابه في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير ومن يعمل مثقال غرة من شر من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وماله وولده وأهله حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر دليله ما رواه العلماء الأثبات من حديث أنس أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يأكل فأمسك وقال يا رسول الله وإنا لنرى ما عملنا من خير وشر قال ما رأيت أمما تكره فهو مثاقيل غر الشر ويدخل لكم مثاقيل غر الخير حتى تعطوه يوم القيامة قال أبو إدريس إن مصداقه في كتاب الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال مقاتل نزلت في رجلين وذلك أنه لما نزل ويطعمون الطعام على حبه كان أحدكم يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمر والكسر والجوزة وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكيبة والغيبة والنظر ويقول إنما أوعد الله النار على الكبائر فنزلت ترغبهم في القليل من الخير أن يعطوه فإنه يوشك أن يكثر ويحذرهم من اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكثر قاله سعيد بن جبير والإثم الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال وجميع محاسنه أقل في عينه من كل شيء الثانية قراءة العامة يره بفتح الياء فيهما وقرأ الجحدري والسلمي وعيسى بن عمر وإبان عن عاصم يرهو بضم الياء أن يريه الله إياه والأولى الاختيار لقوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة الآية وسكن الهاء في قوله يره في الموضعين هشام وكذلك راه الكسائي عن أبي بكرى وأبي حيوى والمغيرة واختلس يعقوب والزهري والجحدري وشيبة وأجبع الباقون وقيل يره أي يرى جزاءه لأن ما عمله قد مضى وعدم فلا يرى وأنشده إن من يعتدي ويكسب إثمى ومثقال ظرة سيراه ويجاز بفعله الشر شر وبفعله الجميل أيضا جزاه هكذا قوله تبارك ربي في إذا زلزلت وجل ثناه الثالثة قال ابن مسعود هذه أحكم آية في القرآن وصدق وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية القائلون بالعموم ومن لم يقل به وروا كعب الأحبار أنه قال لقد أنزل الله على محمد آيتين أحصط ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف فمن يعمل مثقال ظرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ظرة شر يرى قال الشيخ أبو مديا في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ظرة خيرا يرى قال في الحال قبل المآل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذه الآية الآية الجامعة الفاذة كما في الصحيح لما سئل عن الحمر وسكت عن البغال والجواف فيهما واحد لأن البغل والحمار لا كر فيهما ولا فر فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في الخيل من الأجر الدائم والثواب المستمر سأل السائل عن الحمر لأنهم لم يكن عندهم يومئذ بغل ولا دخل الحجاز إلا بغلت النبي صلى الله عليه وسلم الدلدل التي أهداها له المقوقس فأفتاه في الحمير بعموم الآية وإن في الحمار مثاقيل غير كثيرة قال ابن العربي وفي الموطأ أن مسكينا استطع مع عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب فقالت الإنسان خذ حبة فأعطيه إياها فجعل ينظر إليها ويعجب فقالت أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال غر روي عن سعيد ابن أبي وقاس أنه تصدق بتأمرت عيني فقبض السائل يده فقال للسائل ويقبل الله منا مثاقيل غر وفي التمرين مثاقيل غر كثيرة وروا المطلب ابن حنطب أن أعربيا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فقال يا رسول الله أمثقال غر قال نعم فقال الأعربي وسوأتاه مرارا ثم قام وهو يقولها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دخل قلب الأعربي الإيمان وقال الحسن قدم صعصاح عم الفرز دق على النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع فمن يعمل مثقال غرط قال لا أبالي ألا أسمع من القرآن غيرها حزبي فقد انتهت الموعظة ذكره الثعلبي ولفظ الموردي وروي أن صعصاح ابن ناجيه جد الفرز دق أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقرئه فقرأ عليه هذه الآية فقال صعصاح حزبي حزبي إن أعملت مثقال غرط إن شر رأيته وروا معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني مما علمك الله فدفعه إلى رجل يعلمه فعلمه إذا زلزلت حتى إذا بلغ فمن يعمل مثقال غرط إن خيرا يره ومن يعمل مثقال غرط إن شر يره قال حزبي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه قد فقها ويحكى أن عربيا أخرى خيرا يرى فقيل قدمت أخرت فقال خذ بطن هرشي أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشي لهن طريق وهرشي بالفتح ثم ثكون فنيا في طريق مكة قريبة إلى الجحفة يرى منها البحر ولها طريقان فكل من سلك واحدا منهما أفضى به إلى موضع واحد إلى هنا نكون قد انتهينا من تفسير صورة الزلزل من تفسير القرطبي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاد اللي يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم تفسير صورة إذا زلزلت وهي مكية من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير قال الترمذي عن عبد الله بن عمر قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال الترمذي عن عبد الله بن عمر قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله قال له اقرأ ثلاثا من ذوات الراء فقال له الرجل كبر سني واستد قلبي وغلوظ لساني قال فقرأ من ذوات حاميم فقال مثل مقالته الأولى فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات فقال مثل مقالته فقال الرجل ولكن أقرئني يا رسول الله صورة جامعة فأقرأه إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى إذا فرغ منها قال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليها أبدا ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل أفلح الرويجل ثم قال علي به فجاءه فقال له أمرت بيوم الأطحى جعله الله عيدا لهذه الأمة فقال له الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها قال لا ولكنك تأخذ من شعرك وتقلم إغفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل وأخرجه أبو داود والنسائي قالت المذي حدثنا محمد بن موسى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه وعن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن هذا لفظه وقال الترمذي أيضا عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن فمقال غريب لا نعرفه إلا من حديث أمان بن المغيرة وقال أيضا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه هل تزوجت يا فلان قال لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج قال أليس معك كله والله أحد قال بلى قال ثلث القرآن قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا زلزلت الأرض قال بلى قال ربع القرآن تزوج ثم قال هذا حديث حسن تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي ولم يرهن غيره من أصحاب الكتب قال ابن عباس إذا زلزلت الأرض زلزالها أي تحركت من أسفلها وأخرجت الأرض أخقالها ألقت ما فيها من الموتى قاله غير واحد من السلف وهذا كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وكقوله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وقال مسلم في صحيحه حدثنا واصل ابن عد الأعلى عن أبي بريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقي الأرض أفلاس كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاتع فيقول في هذا قطعت أرحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يديه ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا وقول الله عز وجل وقال الإنسان ما لها أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لها من الزلزال الذي لا محيد له عنه ثم ألقت ما في بطنها من الأموات الأولين والآخرين وحينئذ استنكر الناس أمرها وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها قال الإمام أحمد عن أبي غيرت قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتذرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها ثم قالت إرمزي هذا حديث حسن صحيح وعن ربايع الحدثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحفظوا من الأرض فإنها أمكم وإنها ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مغبرة وقوله تعالى بأن ربك أوحى لها قال البخاري أوحى لها وأوحى إليها ووحي لها ووحي إليها واحد وكذا قال ابن عباس أوحى لها أي أوحى إليها وظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها وقال شيب ابن بشر عنها كريمة عن ابن عباس يومئذ تحدث أخبارها قال قال لها ربها قولي فقالت وقال مجاهد أوحى لها أي أمرها وقال القرطبي أمرها أن تنشق عنهم وقول الله عز وجل يومئذ يصدر الناس أشتاة أي يرجعون عن موقف الحساب أشتاة أي أنواع وأصناف ما بين شقي وسعيد ومأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار قال ابن جري يتصدعون أشتاة فلا يكتمعون آخر ما عليهم وقال السدي أشتاة فرقا وقول الله عز وجل ليروا أعمالهم أي ليعلموا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر ولهذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال البخاري عن أبي الوريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة فلما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأروافها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا غهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياءا ونواءا فهي على ذلك وزر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى رواه مسلم منه وقال الإمام أحمد عن سعصاه ابن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقر عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال حزبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعا اتقوا النار ولو بشقة أمره ولو بكلمات طيبة وله أيضا في الصحيح لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقى ولو أن تلقى أخاق ووجهك إليه منبسط في الصحيح أيضا يا معشر نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرص نشاه يعني ولفها وفي الحديث الآخر رد السائلة ولو بظرف محرق وقال الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة استتيري من النار ولو بشقة أمره فإنها تسد من الجائعين أسدها من الشبعان تفرد به أحمد وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبه وقالت كان فيها من مثقال غره وقال الإمام أحمد عن عوف ابن الحارس ابن الطفيل أن عائشة أغبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة إياكي ومحقرات الظنوب فإن لها من الله طالبا قال ابن جرير عن أنس قال كان أبو بكر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر فرفع أبو بكر يده وقال يا رسول الله إني أجزأ بما عملت من مثقال ورطء من شر فقال يا أبو بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل غر الشر ويدخل الله لك مثاقيل غر الخير حتى توفاه يوم القيامة وعن عمر بن العاص أنه قال لما نزلت إذا زلزلت الأرض زلزلها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى حين أنزلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبو بكر قال يبكيني هذه الصورة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم عن أبي سعيد الخدري قال لما أنزلت فمن يعمل مثقال غرطء خيرا يره ومن يعمل مثقال غرطء شر يره قلت يا رسول الله إني لراء عملي قال نعم قلت تلك الكبار الكبار قال نعم قلت الصغار الصغار قال نعم قلت وثكل أمي قال أبشر يا أبا سعيد فإن الحسنة بعشر أنثالها يعني إلى سوعة ماء الضعف ويضاعف الله لمن يشاء والسيئة بمثلها أو يعفو الله ولن ينجو أحد منكم بعمله قلت ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدن الله منه برحمة قال أبو زرعة لم يروا هذا غير ابن لهيعة وعن سعيد ابن جبير في قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال غرطء خيرا يره ومن يعمل مثقال غرطء شر يره وذلك لما نزلت هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوا فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه الأمر والكسر والجوز ونحو ذلك فيردونه ويقولون ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على ذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك يقولون إنما وعد الله النار على الكبائر فرغوهم في القليل من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثر وحضرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكثر فنزلت فمن يعمل مثقال غرط يعني وزن أصغر النمل خيرا يره يعني في كتابه ويصره ذلك قال يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة وبكل حسنات عشر حسنات كإذا كان يوم القيامة ضعف الله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحد عشر ويمحو عنه بكل حسنات عشر سيئات فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال غره دخل الجنة وقال الإمام أحمد عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يكتمعن على الرجل حتى يهلكنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن نزلوا أرض فلاه فحضر صني القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قغفوا فيه اللهم قنع عذابك يوم تعث عبادك ليس لها من دون الله كاشفة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تفسير صورة الزلزلة قال صاحب ورائب القرآن رحمه الله صورة إذا زلزلت مكية خروفها مئة وتسعة وأربعون كلمها خمس وثلاثون آياتها ثمان التفسير لما ختم الصورة المتقدمة بالوعد الوعيد أتبعه بذكر وقت الجزاء وعدد إماراته الزلزلة الشديدة التي تستأهلها الأرض وهي معنى إضافة الزلزال إلى ضمير الأرض قال أهل المعاني هو كقولك أكرم التقي إكرامه وأهن الفاسق إهانته يريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة وقريب منه قول من قال أراد بزلزالها كل الزلزال وجميع ما هو ممكن منه أن يوجد من الزلزال كل ما يحتمله المحل وقيل زلزالها الموعود والمكتوب عليها لما أنها قدرت تقدير الحي يروى أنها تتزلزل من شدة صوت إصرافيل عليه السلام ومن أمارات الساعة إخراج الأرض أفقالها أي ما في جوفها من الدفاء والأموات قال أبو عبيد الله والأخفش إذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها وسمي الإنس والجن بالثقلين لذلك يروى أنها تخرج كنوزها فيملأ ظهر الأرض ذهبا ولا أحد يلتفت إليه كأن الذهب يصيح ويقول أما كنت تخرب دينك ودنياك لأجلي ويمكن أن تكون الفائدة من إخراجها أن يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها الجباه والجنوب وظهور قالوا إنها عند النفخة الأولى تتزلزل فتلفظ بالكنوز والدفاء وعند النفخة الثانية ترجف فتخرج الأموات أحياء كالأمة تلد حيا وقيل تلفظهم أمواتا ثم يحييهم الله تعالى وقيل أثقى لها أسرارها فيومئذ تكشف الأسرار ولذلك قال يومئذ تحدث أخبارها أي تشهد لك وعليك وقال الإنسان ما لها تعجبا من حالها وقيل والكافر لأنه كان لا يؤمن بالبعث فيقول من بعثنا من مرقدنا وأما المؤمن فيقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون والباء في قوله بأن ربك إما تتعلق بتحدث والإيحاء بمعنى الأمر أي تحدث بسبب أن ربك أمرها بالتحديث ومفعول تحدث محذوف أي تحدث الناس أو متروق لأن المقصود تحديثها لا من تحدثه وقيل تحديثها بأن ربك أوحى لها تحديث بأخبارها كما تقول نصحتني كل النصيحة بأن نصحتني في الدين وقيل بدل من أخبارها لأنك تقول حدثته كذا وحدثته بكذا وأوحى لها أوحى لها أوحى إليها وهو مجاز عند صاحب الكشاف وأبي مسلم كأنها بلسان الحال تبين لكل أحد جزاء أعمله أو تحدث أن الدنيا قد انقضت والآخرة قد أقبلك والجمهور على أنه تعالى يجعل الأرض تفهم ونطق ويعرفها جميع ما عمل عليها فحين إذن تشهد لمن أطاع وعلى من عصى وكان علي رضي الله عنه إذا فرغ بيت المال صلى فيه ركعتين ويقول اشهدي أني ملأتك بحق وفرغتك بحق وقيل لفظ التحديث يفيد الاستئناس فلعل الأرض تبث شكواها إلى أولياء الله وملائكته وقالت المعتزلة إن الله تعالى يخلق في الأرض وهي جماد أصوات مقطعة مخصوصا فيكون المتكلم والشاهد على هذا التقدير هو الله قوله يصدر الصدر ضد الورود فالوارد الجائي والصادر المنصرف أشتاتا أي متفرقين جمع شت أو شتيت أي يذهبون من مخارق ورهم إلى الموقف فبعضهم إثر بعض راكبين مع الثياب الحسن وبياض الوجه وينادى مناد بين يديه هذا ولي الله وبعضهم مشات عراط حفاس ودلجوه مقيدين بالسلاسل والأغلال والمنادي ينادي هذا عضو الله وقيل أشتاتا أي كل فريق مع شكله اليهودي اليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني قيل من كل قطر من أبطار الأرض ليرى ليرى صحائف أعمالهم أو جزاء أعمالهم وهو الجنة أو النار وما يناسب كل منهما وغره أصغر النمل أو هي الهباءة وعن ابن عباس إذا وضعت راحتك على الأرض ثم رفعتها فكل واحد مما لزق بها من الطراب مثقال غره فليس من عبد عمل خيرا أو شرا قليلا كان أو كثيرا إلا أراه الله تعالى إياه قال مقاتل نزلت هذه الآية في رجلين وذلك أنه لما نزل ويطعمون الطعام على حبه كان أحده ما يأتيه السائل فيسأم أن يعطيه الثمر والكسر والجوز ويقول ما هذا بشيء وإنما نؤجر على ما نعطي فرغب الله تعالى في القليل من الخير لأنه يوشك أن يكثر وحضر من الذنب اليسير فإنه يوشك أن يعظم فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشقة أمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة والتحقيق أن المقصود النية فإن كان العمل قليلا والنية خالصة حصل المطلوب وإن كان العمل كثيرا والنية فاسدة فالمقصود فائت ولهذا قال كعب الأحبار لا تحقروا شيئا من المعروف فإن رجلا دخل الجنة بإعارة إبرة في سبيل الله وإن مرأة أعانت بحبة في بناء بيت المقدس فدخلت الجنة وعن عائشة أنه كان بين يديها عنب قدمته إلى نسوة بحضرتها فجاء سائل أمرت له بحبة من ذلك وضحك بعض من كان عندها فقالت إن فيما ترون مثاقيل وتلت هذه الآية قال جار الله إن حسنات الكافر محبطة بالكفر وسيئات المؤمن مكفرة باكتناب الكبائر فما معنى الجزاء لمثاقيل الغر من الخير والشر وأجاب على مذهبه بأن المعنى فمن يعمل من فريق السعداء مثقال الغرة خيرا يره ومن يعمل من فريق الأشقياء مثقال الغرة شرا يره وذلك أن الحكم جاء بعد قوله يصدر الناس أشتاة والأولى في جوابه ما روي عن ابن عباس ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا إلا أراه الله تعالى إياه فأما المؤمن فيغفر له سيئاته ويثاب بحسناته وأما الكافر فترد حسناته ويعذب بسيئاته وقيل إن حسنات الكافر وإن كانت محبطة بكفر لكن الموازنة معتبره هتقدر تلك الحسنات إن حبطت من عقاب كفره وكذا القول في الجانب الآخر وعن محمد ابن كعب القرغيم معناه فمن يعمل مثقال ضرط من خير وهو كافر فإنه يرى ثوب ذلك في الدنيا في نفسه أو أهله أو ماله حتى يلقى الآخرة وليس له فيها خير ومن يعمل مثقال ضرط من شر وهو مؤمن فإنه حتى يوم القيامة فإن قيل إن كان الأمر إلى هذا الحد فأين الكرم قلت هذا هو الكرم لأن المعصية وإن قلت ففيها استخفاف والكريم لا يحتمله والطاعة تعظيم وإن قلت فالكريم لا يضيعه قال أهل العرفان كأنه تعالى يقول ابن آدم أنك مع ضعفك وعجزك لم أضيع غرة من مخلوقاتي بل نظرت فيها واعتبرت بها واستدللت بوجودها على وجود الصانع فأنا مع كمال قدرتي وكرمي كيف أضيع غرتك والله الكريم اللهم قنع عذابك يوم تعث عبادك ليس لها من دون الله كاشفة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تفسير سورة الزلزلة كما جاءت في تفسير الموردي يقول الإمام الموردي أنها مدنية في قول ابن عباس وقتاده وجابر الآية رقم واحد قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها أي حركت الأرض حركتها والزلزلة شدة الحركة فيكون من زلزلة وفي قوله زلزالها وجهان أحدهما لأنها غاية زلزالها المتوقعة الثاني لأنها عامة في جميع الأرض بخلاف بخلاف الزلازل المعهودة في بعض الأرض وهذا الخطاب لمن لا يؤمن بالبعث وعيد وتهديد ولمن يؤمن به إنغار وتحذير واختلف في هذه الزلزلة على قولين أحدهما أنها في الدنيا من أشراط الساعة والثاني أنها الزلزلة يوم القيامة الآية رقم اثنين وأخرجت الأرض أثقالها فيه ثلاثة أوجه أحدها من فيها من الموت قاله ابن عباس ومن زعم أنها في الدنيا من أشراط الساعة الثاني ما عليها من الأثقال والثالث يحتمل القولين والرابع أخرجت أسرارها التي استودعتها إذا كان الثقل في بطن الأرض فهو ثقل لها وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها الآية رقم ثلاثة وقال الإنسان ما لها يحتمل وجهين أحدهما ما لها زلزلت زلزالها الثاني ما لها خرجت أثقالها وفي المراد بهذا الإنسان قولان أحدهما أن المراد جميع الناس من مؤمن وكافر وهذا قول من جعله في الدنيا من أشراط الساعة لأنهم لا يعلمون جميعا أنها من أشراط الساعة في ابتداء أمرها حتى يتحققوا عمومها فلذلك سأل بعضهم بعضا عنها الثاني أنهم الكفار خاصة وهذا قول من جعلها زلزلت القيامة لأن المؤمن يعترف بها فهو لا يسأل عنها والكافر جاحد لها فلذلك يسأل عنها الآية رقم أربعة يومئذ تحدث أخبارها فيه ثلاثة أوجه الأول تحدث أخبارها بأعمال العباد على ظهرها وهذا قول من زعم أنها زلزلت القيامة الثاني تحدث بما أخرجت من أثقالها وهذا قول من زعم أنها زلزلت أشراط الساعة الثالث تحدث بقيام الساعة إذ قال الإنسان ما لها قال ابن مسعود فتخبر بأن أمر الدنيا قد انقضى وأن أمر الآخرة قد أتى فيكون ذلك منها جوابا عند سؤالهم وعيدا للكافر وإنرارا للمؤمن وفي حديثها بأغبارها ثلاثة أقوال أحدها أن الله تعالى يقلبها حيوانا ناطقا فتتكلم بذلك الثاني أن الله تعالى يحدث الكلام فيها والثالث يكون الكلام منها بيانا يقوم مقام الكلام الآية رقم خمسة بأن ربك أوحى لها فيه ثلاثة أوجه الأول معناه أوحى إليها بأن ألهمها فأطاعت كما قال العجاج أوحى لها القرار فاستقرت وشدها بالراسيات الثبت الثاني يعني قال قال السدي الثالث أمرها قال مجاهد وفيما أوحى لها وجهان أحدهما أوحى لها بأن تحدث أخبارها الثاني بأن تخرج أثقالها ويحتمل ثالثا أوحى لها بأن تزلزلت زلزالها الآية رقم ستة يومئذ يصدر الناس وأشتاة أن ليروا أعمالهم فيه قولان أحدهما أنه يوم القيامة يصدرون من بين يدي الله تعالى فرقا مختلفين في قدرهم وأعمالهم فبعضهم إلى الجنة وهم أصحاب الحسنات وبعضهم إلى النار وهم أصحاب السيئات الثاني أنهم في الدنيا عند غلبة الأهواء يصدرون فرقا فبعضهم مؤمن وبعضهم كافر وبعضهم محسن وبعضهم مسيء وبعضهم محق وبعضهم مبطل ويحتمل ثالثا أنهم عند النشور يصدرون أشتاة من القبور على اختلافهم في الأمم والمعتقد بحسب ما كانوا عليه في الدنيا من اتفاق أو اختلاف ليروا أعمالهم في موقف العرض من خير أو شر فيجازون عليها بثواب أو عقاب والشتات التفرق والاختلاف قال لبيد إن كنت تهوين الفراق ففارقي لا خير في أمر الشتات ليروا أعمالهم يعني ثواب أعمالهم يوم القيامة الآية رقم سبعة فمن يعمل مثقال غرة خير يرى في هذه الآية ثلاثة أقاويل الأول أن معنى يره أن يعرفه الثاني أنه يرى صحيفة عمله الثالث أن يرى خير عمله ويلقاه وفي ذلك قولان أحدهما أنه يلقى ذلك في الآخرة مؤمناً كان أو كافراً لأن الآخرة هي دار الجزاء الثاني أنه إذا كان مؤمناً رأى جزاء سيئاته في الدنيا وجزاء حسناته في الآخرة حتى يصير إليها وليس عليه سيئة وإن كان كافراً رأى جزاء حسناته في الدنيا وجزاء سيئاته في الآخرة حتى يصير إليها وليس له حسنة ويحتمل ثالثاً أنه جزاء ما استحقه من ثواب وعقاب عند المعينة في الدنيا ليوفاه في الآخرة ويحتمل المراد بهذه الآية وقهين أحدهما إعلامهم أنه لا يخفى عليه صغير ولا كبير سبحانه وتعالى الثاني إعلامهم أنه يجازي بكل قليل وكثير وحكى مقاتل ابن سليمان أنها نزلت في ناس بالمدينة كانوا لا يتورعون من الذنب الصغير من نظرة أو غمزة أو غيبة أو لمسة ويقولون إنما وعد الله على الكبائر وفي ناس يستقلون الكسرة والجوزة والثمر ولا يعطونها ويقولون إنما نجزى على ما نعطيه ونحن نحبه فنزل هذا فيهم ورؤي أن صعصاه ابن ناجية جد فرصدق أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقرئه فقرأ عليه هذه الآية فقال صعصاه حزبي حزبي إن عملت مثقال غرة خيرا رأيته وإن عملت مثقال غرة شرا رأيته وروا أبو أيوب الأنصري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه يتغذيان إذ نزلت هذه الصورة فقاما وأمسكا اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تفسير صورة الزلزلة كما جاءت في تفسير القاضي أبو السعود مختلف فيها وآياتها ثمان بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاد ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقالة خيرا يره ومن يعمل مثقالة شرا يره صدق الله العظيم إذا زلزلت الأرض أي حركت تحريكا عنيفا متكررا متداركا زلزلها أي الزلزال المخصوص بها على مقطع المشيئة الإلهية المبنية على الحكم البالغة وهو الزلزال الشديد الذي لا غاية وراءه أو زلزالها العجيب الذي لا يقادر قدره أو زلزالها الداخل في حيز الإمكان وقرئ بفتح الزاي هو اسم وليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف وقولهم ناقة خزعال نادر وقد قيل الزلزال بالفتح أيضا مصدر كالوسواس والجرجار والقلقال وذلك عند النفخة الثانية لقوله عز وجل وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في جوفها من الأموات والدفاء جمع ثقل وهو متاع البيت وإظهار الأرض في موقع الإضمار لزيادة التقرير أو للإيماء إلى تبدل الأرض غير الأرض أو لأن إخراج الأثقال حال بعض أجزائها وقال الإنسان أي كل فرد من أفراده لما يدهمهم من الضامة التامة ويوهرهم من الداهية العامة ما لها زلزلت هذه المرتبة الشديدة من الزلازل وأخرجت ما فيها من الأثقال استعواما لما شاهدوه من الأمر الهائل وقد سيرت الجبال في الجو وسيرت هباء وقيل هو قول الكافر إذ لم يكن مؤمنا بالبعث والأظهر هو الأول على أن المؤمن يقوله بطريق الاستعظام والكافر بطريق التعجب يومئذ بدل من إذا وقوله تعالى تحدث أخبارها عامل فيهما ويجوز أن يكون إذا منتصرا بمضمر أي يوم إذا زلزلت الأرض تحدث الخلق أخبارها إما بلسان الحال حيث تدل دلالة ظاهرة على ما لأجله زلزالها ويخراج أثقالها وإما بلسان المقال حيث ينطقها الله تعالى فتخبر عما عمل عليها من خير وشر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشهد على كل أحد بما عمل على ظهرها وقرئ تنبئ أخبارها وقرئ تنبئ من الإنباء بأن ربك أوحى لها أي تحدث أخبارها بسبب إيحاء ربك لها وأمره إياها بالتحديث على أحد الوجهين ويجوز أن يكون بدلا من أخبارها كأنه قيل تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لأن التحديث يستعمل بالباء وبدونه وأوحى لها بمعنى أوحى إليها يومئذ أي يوم إذا يقع ما ذكر يصدر الناس من قبارهم إلى موقف الحساب أشتاد متفرقين بحزب أوقاتهم بيض الوجوه آمنين وسود الوجوه فزعين كما مر في قوله تعالى فتأتون أفواج وقيل يصدرون عن الموقف أشتاة ذات اليمين إلى الجنة وذات الشمال إلى النار ليروا أعمالهم أي أجزية أعمالهم خيرا كان أو شرا وقرئ ليروا بالفتح وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره تفصيل ليروا وقرئ يره وغرت النملة الصغيرة وقيل ما يرى في شعاع الشمس من الهباء وأيما كان فمعنى ما يعادلها من خير وشر إما مشاهدة جزائه فمن الأولى مختصة بالسعداء والثانية بالأشقياء كيف لا وحسنات الكافر محبطة بالكفر وسيئات المؤمن المكتنب عن الكبائر مع فوط وما قيل من أن حسنة الكافر تؤثر في نقص العقاب يرده قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه فباء من ثور الفرقان الآي 23 وأما مشاهدة نفسه من غير أن يعتبر معه الجزاء ولا عدمه بل يفوض كل منهما إلى سائر الدلائل الناطق بعفو صغائر المؤمن المكتنب عن الكبائر وإثابته بجميع حسناته وبحبوط حسنات الكافر ومعاقبته بجميع معصيه فالمعنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا إلا أراه الله تعالى إياه أما المؤمن فيغفر له سيئاته ويثيبه بحسناته وأما الكافر فيرد حسناته تحصرا ويعاقبه بسيئاته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة إذا زلزلت أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله والله أعلم اللهم قنع عذابك يوم تعث عبادك أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة مختلف فيها وهي ثماني آيات يقول صاحب الكشاف زلزلها قرأ بكسر الزاي وفتحها فالمكسور مصدر والمفتوح اسم وليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف فإن قلت ما معنى زلزالها بالإضافة قلت معناه زلزالها الذي تستوجبه في الحكمة وهو مشيئة الله عز وجل وهو الزلزال الشديد الذي ليس بعده ونحوه قولك أكرم التقي إكرامه وأهن الفاسق إهانته تريد ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة أو زلزالها كله وجميع ما هو ممكن منه الأثقال جمع الثقل وهو متاع البيت وتحمل أثقالكم وعلى ما في جوفها من الدفاء أثقالا لها وقال الإنسان ما لها زلزلت هذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما في بطنها وذلك عند النفخ الثاني حين تزلزل وتلفظ أمواتها أحياء فيقول ذلك لما يبهرهم من الأمر الفضيع كما يقولون من بعثنا من مرقضنا وقيل هذا قول الكافر لأنه كان لا يؤمن بالبعث فأما المؤمن فيقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فإن قلت ما معنى تحديث الأرض والإحاء لها قلت هو مجاز عن إحداث الله تعالى فيها من الأحوال ما يقوم مقام التحديث باللسان حتى ينظر من يقول ما لها إلى تلك الأحوال فيعلم لما زلزلت ولما لفظت الأموات وأن هذا ما كانت الأنبياء ينذرونه ويحذرون منه وقيل ينطقها الله على الحقيقة وتقبر بما عمل عليها من خير وشر وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدوا على كل أحد بما عمل على ظهرها فإن قلت إذا ويومئذ ما ناصبهما قلت يومئذ بدل من إذا وناصبها تحدثه ويجوز أن ينتصر إذا بمضمر ويومئذ يتحدث فإن قلت أين مفعول تحدث قلت قد حذف أولهما والثاني أخبارها وأصله تحدث الخلق أخبارها إلا أن المقصود ذكر تحديث لا الأخبار لا ذكر الخلق تعظيما لليوم فإن قلت بما تعلقت الباء في قوله بأن ربك قلت بتحدث معناه تحدث أخبارها بسبب إيحاء ربك لها وأمره إياها بالتحديث ويجوز أن يكون المعنى يومئذ تحدث بتحديث أن ربك أوحى لها أخبارها على أن تحديثها بأن ربك أوحى لها تحديث بأخبارها كما تقول نصحتني كل نصيحة بأن نصحتني في الدين ويجوز أن يكون بأن ربك بدلا من أخبارها كأنه قيل يومئذ تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لها لأنك تقول حدثه كذا وحدثه بكذا وأوحى لها بمعنى أوحى إليها وهو مجاز كقوله أن نقول له كن فيكون قال أوحى لها القرار فاستقررت وقرأ ابن مسعود تنبيء أخبارها وسعيد ابن جبير تنبيء بالتخفيف يصدرون عن مخارجهم من القبور إلى الموقف أشتاة بيضى لجوه آمنين وسود لجوه فزعين أو يصدرون عن الموقف أشتاة يتفرقون بهم طريقا إلى الجنة والنار ليروا جزاء أعمالهم وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليروا بالفتح وقرأ ابن عباس وزيد ابن علي يره بالضم يحكى أن أعربيا أخر خير من يره فقيل له قدمت وأخرت فقال خذ بطن هرشي أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشي لهن الطريق وذرته النملة الصغيرة وقيل أذر ما يرى في شعاع الشمس من الهباء فإن قلت حسنات الكافر محبطة بالكفر وسيئات المؤمن معفوة عنها بالتناب الكبائر فما معنى الجزاء بمثاقيل غر من الخير والشر قلت المعنى فمن يعمل مثقال غرط خير من فريق السعادة ومن يعمل مثقال غرط شر من فريق الأشقياء لأنه جاء بعد قوله يصدر الناس أشتاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة إذا زلزلت أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله اللهم قناع عذابك يوم تبعث عبادك أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل تفسير صورة الزلزلة الآيات من واحد إلى خمسة إذا زلزلت الأرض زلزالها أي إذا حرقت زلزالها الشديد الذي ليس بعده وقرئ بفتح الزاء فالمكسور مصدر والمفتوح اسم وأخرجت الأرض أثقالها كنوزها وموتاها جمع ثقل وهو متاع البيت جعل ما في جوفها من الدفاء إن أثقالا لها وقال الإنسان ما لها زلزلت هذه الزلزلة الشديدة ورفضت ما في بطنها وذلك عند النفقة الثانية حين تزلزل وتلفظ موتاها أحياء فيقولون ذلك لما يظهرهم من الأمر الفضيع كما يقولون من بعثنا من مرقدنا وقيل هذا قول الكافر لأنه كان لا يؤمن بالبعث فأما المؤمن فيقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يومئذ بدل من إذا وناصبها تحدث أي تحدث الخلق أخبارها فحذف أول المفعولين لأن المقصود ذكر تحديثها الإخبار لا ذكر الخلق قيل ينطقها الله وتخبر عما عمل عليها من خير وشر وفي الحديث تشهد على كل واحد بما عمل على ظهرها بأن ربك أو حالها أي تحدث أخبارها بسبب إحاء ربك لها أي إليها وأمره إياها بالتحديث الآيات من ستة إلى تمانية يومئذ يصدر الناس يصدرون عن مخارجهم من القبور إلى الموقف أشتاة بيض الوجوه آمنين وسود الوجوه فزعين أو يصدرون عن الموقف أشتاة أن يتفرق بهم طريقة الجنة والنار ليروا أعمالهم أي جزاء أعمالهم فمن يعمل مثقال ظنط النملة صغيرة خير تمييز يرى أي يرى جزاءه ومن يعمل مثقال ظنط شر يرى قيل هذا في الكفار والأول في المؤمنين ويروى أن فقال فمن يعمل مثقال ذرة شر يرى ومن يعمل مثقال ذرة خير يرى فقيل له قدمت وأخرت فقال خذ بطن هرشي أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشي لهم طريق وهرشي ثانية في طريق مكة من الجحفة يرى منها الشجر ولها طريقان فكل من سلكهما كان مصيبا وروي أن جد الفرز دق أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستقرئه فقرأ علي هذه الآية فقال حزبي حزبي وهي أحكم آية وسميت الجامعة اللهم قنع عذابك يوم تبعث عبادك ليس لها من دون الله كاشفة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تفسير صورة الزلزلة من مختصر تفسير الطبري الآية رقم واحد إذا زلزلت الأرض لقيام الساعة زلزالها هرجت رجا والزلزال بكسر الزاي مصدر وإذا فتحت كان اسما وأضيف الزلزال إلى الأرض وهو من صفتها كما يقال أكرم أنك كرامتك الآية رقم اثنين وأخرجت الأرض أثقالها ما في بطنها من الموت أحياء الآية رقم ثلاثة وقال الإنسان إذا زلزلت الأرض لقيام الساعة ما لها ما الأرض وما قصتها الآية رقم أربعة يوم إذن تحدث أخبارها أي تنبئ الأرض أخبارها بالزلزلة والرقة وإخراج الموت من بطونها الآية رقم خمسة بأن ربك أوحى لها يوحي الله عز وجل ذلك إليها وأمره الآية رقم ستة يوم إذن يصدر الناس أشتاة متفرقين عن موقف الحساب فأخذ خلق خلق الله أمه يخطئون ويذيبون فيغفر لهم ورؤية أن أبا بكر كان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت هذه الآية فرفع أبو بكر يده من الطعام وقال يا رسول الله إني لراء ما عملت من خير أو شر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت ما رأيت مما تكره فهو من مفاقيل غر البشر يدخر مفاقيل غر الخير حتى تعطوه يوم القيامة اللهم قن عذابك يوم تبعث عبادك ليس لها من دون الله كاشفة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تفسير صورة الزلزلة يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء وعلم ومعلم فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمت وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الأموات والكنوز وقال وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك ما لها أي أي شيء عرض لها يومئذ تحدث الأرض أخبارها أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر فإن فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم ذلك بأن ربك أوحالها أي وأمرها أن تقبر بما عمل عليها فلا تعصي لأمره يومئذ يضر الناس من موقف القيام حين يقضي الله بينهم أشتاة أي فرقا متفاوتين ليروا أعمالهم أي ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويريهم جزاءه موفرا فمن يعمل مثقال غرط خيرا يرى ومن يعمل مثقال غرط شرا يرى وهذا شام العام للخير والشر كله لأنه إذا رأى مثقال الغر التي هي أحقر الأشياء وجوز عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وجدوا ما عملوا حاضرا وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا ليس لها من دون الله كاشفة اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تنوير المقياس من تفسير ابن عباس لأبي آخر ابن عقوب الفروز أبادي صورة الزلزلة ومن الصورة التي يذكر فيها الزلزلة وهي كلها مكية آيتها تسع وكلماتها خمس وثلاثون كلمة وحروفها مئة حرف بسم الله الرحمن الرحيم وبإسناده ابن عباس في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزلها يقول تزلزلت الأرض زلزلة واتطاربت الأرض الطرابة فانكسر ما عليها من الشجر والجبال والبنيان وأخرجت الأرض أفقالها أموالها وكنوزها وقال الإنسان يعني الكافر ما لها تعجبا منها مما يرى من الهول يومئذ يوم تزلزلت الأرض تحدث أخبارها تخبر الأرض عما عمل عليها من الخير والشر بأن ربك أوحى لها أذن لها في الكلام والزلزلة يومئذ يوم تتكلم الأرض يصدر يرجع الناس أشتاتا فرقا فرقا فريق إلى الجنة وهم المؤمنون وفريق إلى النار وهم الكافرون ليروا لكي يروا أعمالهم ما عملوا عليها من الخير والشر ثم نزل في قوم كانوا يرون أنهم لا يؤجرون على قليل من الخير ولا يأثمون على قليل من الشر فحثهم على القليل من الخير وحذرهم من القليل من الشر فقال فمن يعمل مثقال ذرق وزن نملة صغيرة أصغر ما يكون من النمل خيرا يره في كتابه فيسره ويقال المؤمن من يرى عمله في الآخرة والكافر يرى عمله في الدنيا ومن يعمل مهقال ردء وزن نملة صغيرة شر يره يجده في كتابه فيسوءه ويقال يرى المؤمن في الدنيا والكافر في الآخرة اللهم قنع عذابك يوم تبعث عبادك ليس لها من دون الله كاشفه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من تفسير الجلالين صورة الزلزلة مكية أو مدنية تسع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم واحد إذا زلزلت الأرض حركت لقيام الساعة زلزلها تحريكها الشديد المناسب لعظمها الآية رقم اثنين وأخرجت الأرض أثقالها كنوزها وموتاها فألقتها على ظهرها الآية رقم ثلاثة وقال الإنسان الكافر بالبعث ما لها إنكارا لتلك الحالة الآية رقم أربع يومئذ بدل من إذا وجوابها تحدث أخبارها تخبر بما عمل عليها من خير وشر الآية رقم خمسة بأن بسبب أن ربك أوحى لها أي أمرها بذلك في الحديث تشهد على كل عبد أو أمه بكل ما عمل على ظهرها الآية رقم ستة يصدر الناس ينصرفون من موقف الحساب أشتاة متفرقين فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار ليروا أعمالهم أي جزاءها من الجنة أو النار الآية رقم سبعة فمن يعمل مثقال غرط إن زنة نملة صغيرة خيرا يره بال ثلاثة اثنين ثلاثة 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 اثنين أحسطر زنة نملة صغيرة خيرا يره بال ثوابه الآية رقم تمانية ومن يعمل مثقال غرط شر يره بر جزاءه اللهم قنع عذابك يوم تبعث عبادك ليس لها من دون الله كاشفة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من تفسير نسمات القرآن تفسير صورة الزلزلة زلزالها تحريكها الشديد المناسب لعظمتها أثقالها كنوزها وموتاهم فألقتهم على ظهرها وقال الإنسان الكافر بالبعث تحدث أخبارها تخبر عما عمل عليها من خير أو شر بسبب أن أوحى لها أي أمارها بذلك يصدر الناس ينصرفون عن موقف الحساب أشتاة متفرقين فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار ليروا أعمالهم أي جزاءها من الجنة والنار مثقال غره زنة نملة صغيرة أو هباء عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله قال إياكم ومحقرات إذنوا فإنهن يكتمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاه فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها رواه الإمام أحمد وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشقة أمره ولو بكلمة طيبة اللهم قن عذابك يوم تبعث عبادك ليس لها من دون الله كاشفة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من التفسير الميصر صورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزلها أي إذا اتقربت اضطرابا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها أي وأخرجت ما في بطنها من أموات وكنوز وقال الإنسان ما لها أي وقال الإنسان ماذا جرى للأرض يومئن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أي في هذا اليوم وهو يوم القيامة تشهد الأرض بما عمل عليها من عمل صالح أو طالح كما تشهد على من فعل ذلك لأن الله تعالى أوحى إليها بأن تنطق فنطقت يومئذ يصدر الناس أشتاة أي في هذا اليوم يخرج الناس من قبورهم متفرقين لكي يروا جزاء أعمالهم وسيحاسب الخالق سبحانه وتعالى كل إنسان على عمله مهما كان هذا العمل صغيرا اللهم قنع عذابك يوم تبعث عبادك ليس لها من دون الله كاشفة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله وكشكرا